ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أوسلو الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية سيد طارق جاسم مرحبا بك معنا أهلا وسهلا شكرا على السفافة أهلا بكم عبر سكايب بكل تأكيد وزارة الخزانة البريطانية تصنف ميليشيا حزب الله اللبناني منظمة إرهابية بالكامل ما أثر ذلك على إيران وعلى ميليشياتها في المنطقة؟ حقيقة الحكومة البريطانية وقبل كم سنة تحدثت عن فرض أوروبات على منظمة حزب الله الرهابية وأرادت أن تتداول هذا الموضوع بشكل أكثر دوليا وتطرحه على الملفات العالمية وعلى الملفات للأمم المتحدة ولكن هناك تحديات واجهتها للدارة البريطانية من قبل الروس والدعم الإياني والتواجد العسكري فهذا الملف انتغل إلى الآن حيث سخونة المنطقة وحيث الأرهاب الأكثر الإياني ومن ضمن تلك الميليشيات مؤسسة حزب الله اللبنانية هذه الخطوة وإن غامت متأخرة وهي خطوة بالاتجاه الصحيح لقص أجنحة إيان في المنطقة وللتحييد وللجم حزب الله من أعماله الأرهابية والغسيل الأموال وتجاهة المقدرات التي يقوم بها من خلال وتحت غطاء تلك المنظمة نعم كما تعرف فإن ثمت علاقات بريطانية إيرانية جيدة ومتزنة وفيها تقارب بحكم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين هل تغيرت تلك العلاقة؟ هل توترت باعتقادكم بعد أن استهدفت بريطانيا حزب الله وهو أحد أذرع إيراني المهمة في المنطقة؟ دائما الحكومة البريطانية والإدارة البريطانية هي تمسك العصار من الوسط فترة تميل إلى الولايات المتحدة وإلى القوة المختلفة مع إيران وترة تميل إلى إيران وإلى الاتفاقيات زي اتفاقية 2015 النووية بين إيران والدول 5 زايد 1 فسياسة بريطانيا هي سياسة متزنة تعرف كيف ترضي جميع الأطراف في الملفات وفي الأزمات لكن اليوم وبفعل الوجود الإيراني المهيمن في منطقة الشرق الأوسط وتجاوز حدود إيران عن ما متفق عليه مع القوة العالمية في منطقة الشرق الأوسط والتحدي الواضح الإيراني لكل تلك القوة في هذه المنطقة غير الموازين لصالح إيران بالتالي حكومة بريطانيا وعدد كبير من القوة الإغليمية والعالمية التي لا تتفق مع سياسة إيران هي تقوم بقطع أزرع إيران وتقوم بالضغط على إيران خلال أجنحته وميليشياته ومؤسساته التي موجودة هي من لبنان إلى اليمن في العراق بالتالي هذه الخطوة هي تأتي في إطار توجيه الرسائل الأكثر الضغطا على إيران من جانب الحكومة البريطانية كما تبعت هناك تصريح كان للمبعوث الأمريكي الخاص بإيران الذي صرح بأن النظام الإيراني مستمر بقمع شعبه الرافض لسياسات طهران إن كان هذا يعد تحولا أو تطورا في الموقف الأمريكي تجاه المظاهرات والمتظاهرين هل يمكن أن يستفد منه أو يستفيد منه المتظاهرون؟ قراءة هذه التصريحات من جانب برايان هوك هي ليست جديدة لأن أساسا السيد هوك بدأ يكشف عن كثير من الملفات الإيرانية وبدأ يكشف عن كثير من الجرائم الإيرانية في مناطق الشعوب وحتى منطقة الفورس في وسط إيران هو الذي كشف عن غتل أكثر من 1500 مواطن في إيران هو الذي كشف عن مجزرة محشورة التي رحض ضحيتها 148 شخص اليوم برايان هوك صرح وأخبر عن وضع السيد شاهوار كور وهو رئيس الحرس الثوي في غليم الأحواز ووضعه في خانة العقوبات بسبب إدعايته لمجزرة محشورة التي رحض ضحيتها 148 شخص وهو أشرك تحديداً مدينة محشورة في غليم الأحواز بالتالي لتلك القراءات والتلك الأحداث والتصريحات من جانب المبعوث الأميكي في شأن الإيرانية هي خطوة باتجاه التسعيد وباتجاه المزيد من الضغط ضد إيران وهم مستمعين بنفس السياسة التي اتخذوها منذ حكومة السيد ترام شكراً جزيلاً لك السيد طارق جاسم الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية كنت معنا عبر سكايب من أوسلوم ترجمة نانسي قنقر